الدراويش برازيل الكرة المصرية كما يطلق عليه مشجعوه يتعلقون ويقدمون موسما مميزا لهم وضعهم في مركز الوصيف للنادي الأهلي متصدر البطولة التي ظل على قمتها فريق الإسماعيل عدة أسابيع وفي شك أن نادي إسماعيل الموسم الحالي أفضل مستوى وأفضل استقراراً عن الموسم السابقة قد يكون عدم موجود منفسة حقيقية للأهل والزمالك في بداية الأمر إداله نوع من الحافز المعناوي أنه يسيطر على القمة طوال 13 أسبوع الأول أداء الإسماعيل هو أصلاً نادي جميل ونادي كويس وهو من زمنه وهو بيلعب لقبة كرة رضيفة وكرة أداء كويس المدرب الجديد بيدرو ده أصلاً تأتي الميز جوزي جوزي كان قبل ما يمشي قال أنه أنا بعده أنه يكون خلفتي في الملاعب المصرية فإن شاء الله نتمنى نشوف شغل كويس منه ونشوف منافسة للدورة لأنه ده كله بيصب في صالح منتخب مصر في الآخر مجموعة مميزة من اللاعبين يقودهم كابتن الفريق المخضرم حسني عبدربو كانت وراء هذا الأداء المتميز مع تقلق حارس المرمى محمد عواد الذي يدافع عن مرماه بمهارة شهد لها الجميع أي لعب يلعب في الإسماعيل لو جي من الأرجنتين لو جي من البرازيل لو جي من أوروبا وانس أنه هو بدأ يلعب على ملعب النادي الإسماعيلي اتطبع بالإمج أو بالكاركتر بتاعة الفريق كالديرون عواد إبراهيم اللعيبة دي لابد من الحفاظ عليهم وإرضاءهم رغم تعثر الفريق في مبارياته الأخيرة عقب رحيل مديره الفني الفرنسي استعاد الإسماعيلي ذاكرة الانتصارات مع قدوم مديره الفني الجديد البرتغالي بدرو وهو ما أنعش أمال جمهوره في الفوز بالبطولة اشتركوا في القناة